هناك مساء الخير كمال مرحبا بك ما جديد الأمر هناك نعم زميلي صفيان من الطوغ إلى أبي جو إلى كوديفوار التي تحتضن العرس الأفريقي 24 ساعة فقط تفصيلنا عن بداية العرس الأفريقي المنتظر كأس أمم أفريقية في طبعتها الأربعين اليوم كل شيء في كوديفوار يتحدث بلغة كورة القدم كل الأمور مضبوطة على عقارب انطلاق الحدث الأفريقي كل شيء في الخارج بالأونين الأونين البرتقالي والأخضر والأبيض إضافة إلى أعلام البلدان الأخرى التي تستعد لأستقبال الوفود الأفريقية الأنصار ليكون العرس الأفريقي الذي يجمع بين شعوب القرى على مدار شهر من التنفس لتختار بعد ذلك قارة أفريقية عرسها الجديد وحامل اللقب الجديد اليوم هو برنامج من مدينة أبيجو عاصمة العاصمة أو المدينة الأولى في كوديفوار اليوم هو الموعد مع الندوة الصحفية لرئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي هذا الرئيس الذي توجه له انتقادات كثيرة خاصة في فترة تسيري عرفت الكثير من الفضائل حتى أنه اليوم كوديفوار لمسنا بعض النقائس لذلك كأس إفريقيا ربما أخذت حجما أكبر من حجمها بـ 24 أفريقا لذلك ربما بدأت تكبر هذه المنافسة وتحتاج إلى بنية تحتية وإلى بلدان يعني في المستوى لكن ليس هذا الأهم هو عرس للأفريق وربما يتجدواه أنهم أمك وفترة تروني هنا أيضا كأس إفريقا نرى أن تراقل هذه المنافسة جميع التعليقات التي تصريحها. مناسبة إلى عن الجميع الفيات ، ثانيا ما هوarım أدل التعليقات في القناة ، ومحسب له سؤال على خلال في الوامن في مدرعه ، سأبب ، يمكنك النهائقال ، سيطر ، سأبب ، طبخ ، كيف هم يوجد الفيات؟ إن كانت رائعة من خلال نعرف ، نفسي قبل أنها سبب كتبال سعادة تكون قادم لأمور سوف نسائر سيكون على الطاقت الجهوري و الجهوري في نهاية الجهوري لا مثل على المفاوذقة و أعطأ وقفلوا عنها الظالمين Fernando اغنقان راقم بي ؟ لقد اختصان الديوء على التعالي حلقتنا اغنقب بريقانه من الديوء المنظم على الكامل اغنقب بروسياً من أن ندفور للذي فترة نعم يكشرف فترة وليس كبير فترة ونهاد متى يراحل الظالم أنه في 1984 طبعاً جواناتهم إذا كانت سنواجدين, نتخفضتها عندهم. وغير وقد أشبك شعر حقاً، اشتركها. شكراً جزيلاً. كان هذا أحد الصحفيين الإفواريين الذين يتحدثون بثقة كبيرة ويقولون أن الحفل سيكون هو الأحسن في تاريخ كأسف أفريقيا سنتعرف على ذلك غدا الشعب الإفواري هنا شعب متين بحب كرة القدم يتكلمون لغة كرة القدم يعرفون كلسي وكلسة غيرة وكبيرة على كرة القدم زميلي سويا لذلك من الناحية الجماهيرية نتوقع نجاح كبير لهذه الدورة نعم كمال الأندار ستتجه غدا إلى ملعب ألصان وطارا الذي سيحتضن حفل الاختتاح لكن قبل ذلك الحدث صباح اليوم كان مع اجتماع المكتب التنفيذي للكاف رفقته لجنة التنظيم الخاصة بالكان وكان أمس أيضا لقاء معه بين باتريس موتسيبي ورئيس بلد كود إيفوار شكره على التزام كود إيفوار بتنظيم واحتضان الكان كمال هل من أصداء بخصوص اجتماع المكتب التنفيذي وتحدثت منذ قليل أيضا عن نقائص الاجتماع بين أعضاء المكتب التنفيذي يعني لا جدوى منه ولا فائدة منه نعرف كيف تحكي الأمور في الكواليس حتى هذا الرئيس لقب هنا عند الصحفيين ربما بكلمة عندهم عادي بالأبلة لأنه رئيس اتحاد إيفريقي لا يتخذ أي قرار وحتى أعضاء المكتب التنفيذي يتحكمون فيه ويسيرونه مثل ما يشاء لذلك هذه الاجتماعات ليس لها أي معنى شاهدنا بلد بكود إيفوار صحيح أنه بلد إيفريقي بلد يحب كورة القدم لكن جهزيته سترى بعد مرور المباريات أنه الأمر مقارنة بما نظمته مثلا الجزائر كأسة إيفريقي للمحليين لوجهة للمقارنة هنا ازدحام كبير بعد أن تصل من مكان إلى مكان تستغرق حوالي 45 دقيقة لقطع مسافة 10 كم ثلاثة الأمور في أبيجو جد صعب تصور أننا قضينا حوالي 8 ساعات للبحث عن فندق هنا ولم نجد الأسعار جدا مرتفعة تصور أن هناك من يكتري يعني يضع منزله للكراء مقابل 250 دولار لليوم الواحد يعني أمور ليست مضبوطة يعني الكثير من الناس يجدون صعوبات خاصة هنا في مدينة أبيجو التي تسهد توافد كبير للمشجعين يعني أمور كثيرة سنكتشفها يعني على مدار الأيام لكن نتمنى أن ينجح هذا العرس الإفريقي لأنه قبل كل شيء عرس للأفريق الآن نتركه كسفيا لأننا ستنوجه إلى قاعدة المحاضرات مع الندو الصحفية لرئيس الاتحاد الإفريقي لكورد قادم نعم كمال هل وصلها موتيبي لا أدري أن كان وصل لأخر سؤال لو سمحت كمان بخصوص حفل افتتاح غدا هل من معلومات بخصوص من سيحيي الحفل هناك حديث عن فنانين عالميين عن غير الضاجو وماجيك سيستام سيقومون بإحياء الحفل هل هذا صحيح كمال يبدو أنك تعرف أحسن مني يعني البرنامج أني لستم متفتح كثير على هذا المغنيين لكن عرس إفريقي حفل إفريقي مثل ما شاهدنا في الكامبرون مثل ما شاهدنا في بقية النسخ الفارطة هذا هو المباشر يعني ستكون تقافة إفريقية حاضرة بقوة لكن ما أكون احترامتنا لهذا الحدث لا أظن أنه سيصل إلى مستوى الشان الأخير فقط نعم فعلا كمان أشاطرك رئيس شكرا جزيلا لك كمان سأعود إليك بعد قليل من موازات مع انتلاق الندوة الصحفية لرئيس الكاف ترجمة نانسي قنقر